موسيقى اقتراحة ثانية نضيف كيش بلادند اول حاجة نوجد العجين المتكسرة لابات بريزي نحتاج لها 250 جرام دقيق كون مغرب من قبل ونضيفه 125 جرام الزبدة أي زبدة بريزي من العبار أو البواطة ونضيفه كمتنا ونضيفه ملح نضيفه جمعت بريزي ونضيفه رواية طبعا ملحة طبعا ضبدة لنضيفه الى البيضاء ليست نغير المفاق وننضيفه بريزي بلاسطيك غذائي من الضوء نضيفه ونضيفه الى الحاجة ونستجيلها تقريبا 4 جرام مقطع طريفات صغر سوف نضعها في المقلع سوف نضيف الهاجج بصلاح أن يكونوا بشلدين مع بعض الزيت مع بعض الملح و بعض الملح و بعض الملح كوكا و نشحرهم جيدا من بعد سوف نضيف الهاجج و بعض المدنوس و بعض البزار و بعض السكن جبير و سوف نخلط الهاجج و تشحر و يتقل لنضيف الهاجج ni علا قهواتنا و سوف ندخلها و قوتنا الجوانب لن نشحر مينة ولن تزين الملح لنضيف الهاجج لن eigenرى الجوانب و مع�ها و نرتن لها أن نبرس spurه للا أسميا 10 دقيقات قريبا لكي تشد نارسها من بعد ندخلها للفران ونطيبوها نصف طيبة ونخرجوها ونجدوها الكريمة أو البطاري اللي نحتاج لها نحتاج لها كاز دانون السوس يمكن لكم الضغط بالكريمة ونصف كاز الحليب وجوج بيضات شوية بوزة محكوكة وشوية البزار شوية الملح وشوية التومة محكوكة وجوج معلق كبار ديال انشاء أو مايزين ونخلطه الكل مزيان ونأخذه الحشوة ونضعه على فوق العجينة بعد ما خرجناها من الفران ونفرغ عليها هذا الخليط اللي حبرنا دابا ونضع فوق منه فرماج محكوكة أو موزاريلا وندخلها للفران ونكون ونشاء الله من قبل على عافية مهيلة حتى يبالنا الجواني بتحمرونا ديال لاكيش وعادي نشعلو عليهم من فوق بتحمر الوجه ديالهم هذه هي لاكيش ديالنا دلادان تقدم عليكم تحاول راحا والله يبرك فيك سحية مليك اشتركوا في القناة